السلام عليكم في حالمك السرقة مزا من الفيديو جيميز سلسل التحديات فوتو درافت وعن التحدي اللي بهاي الحلقة انه نختار ابطأ لاعب يجينا معدل كابتن رح يكون من اختياري فاتمنى انكم تدعمونا بزر لايك تشترك والقناة قناة قد تشترك وكتبلي تحت اي تعليق فيلا بسم الله خلينا ندخل على الطول وتقريبا بالنسبة لمراكز الاحتياط فرح يعني اعمل مثلث خليه هو اللي يختار او والله تشكيلات يعني ماذا كل زوت فعن ثلاثة اربعة ثلاثة اكيد ما رح ي فعني ابطأ لاعب لانه اساسنا ثلاثة دفاع عن هاي يعني كويسة وعن ما فرح اخد اربعة ثلاثة وواحد اثنين ويلا بسم الله نشوف الكابتن الكابتن يا حبيبي اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو كويسة الصراحة عنا رونالدو شي كويس رح اخذ رونالدو طبعا يعني ركبت من اختياري فرح اخذ رونالدو فرونالدو حطولي على الاحتياط فيلا خلينا نروح على المركز اللي بعده بسم الله عنا مين يا حبيبي عناك ابطأ لاعب يا حبيبي اللي هو وجعون تيري ما فيها كلام طيب خلينا نروح بقى على المراكز الستي يارب يجينا شي لاعب كويس بسم الله اوو والله كلهم سريعين وابطأ لاعب والنينجولان الصراحة ما توقعت انه يجينا ابطأ لاعب يعني توقعت انه بالسبعينات او يشي كي كده او صراحة خيارات جدا ممتازة لكن لو جاني كريزمن او يلا بس نينجولان خرافي جدا ممكن لعبه كلاعب كام ونروح على المركز اللي بعده يا حبيبي وبسم الله نشوف ابطأ لاعب علينا يوفيته او لا في طيب ادوريز كويس نوعا ما لكن راح علينا חيارات كويس اللي بعده او لو بيريسيتش مين ابطأ لعب عنا هذا طيب بسم الله نروح على مركز خط الوسط الاول او طلعنا لعب اخضر فخلينا ناخده هو ابطأ لعب طبعا فنروح اللي بعد و بسم الله عنا مين تشاكا هو ابطأ لعب تشاكا يعني كويس نوعا ما عنا مركز السي ام الثالث وبسم الله لا 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 صراحة الخيارات بهاد الدرافت اساسا جدا تعبانة الاربي يا حبيبي اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اشوف الطاقات. طيب عنا كولمان يلا بسم الله اللي بعده كويس يشبك مع تشاكو. اه يا الهي اربعين السرعة. يا حبيبي. السيبي التاني. اه يلا يلا يا رب يا رب يا الله. خافي مارتنيز وقرائي. طيب خافي مارتنيز دوري الماني. قرائي دوري اسباني. في عنا مين. والله كل تشكيلة لخبطة كلها اساسا من كل الدوريات. فارح اخذ يا حبيبي مين? اخذ قرائي. طيب مهم مشكلة خلينا نروح على مركز الظهير اليسار. وبسم الله لا 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 عاد. يا الله كل مرة يشوف مارسل له ازرق ودني الفش ازرق. وعنا مين ابطالعب اللي هو هذا اللونا او لينا تقريبا اسمه. طيب مركز الحراسة طبعا نحنا اللي راح نختاره. فخلينا نشوف الحارس وبسم الله. راح اخذ حارس دوري اسباني مع انه اضعف حارس فيهم لكنه على الاقل يشبك مع قرائق اخضر. فهايه التشكيلة وبالنسبة لمراكز الاحتياط فرح اعمل مثلث. والله يسترنا يعني يجينا شي لاعب كويس هالاقل. وبسم الله خلينا نشوف اللاعبين اللي يجونا. بالدس اوريا ييو الله لغاية الام في شي كويس. اوو حلو 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 ختموها يعني شي كويس. نيمار ومختريان. اه طيب. بالنسبة دياغو لبيس. فمثل ما انت شايفين المهم يعني هي هي التشكيلة الان بضبط تشكيله وبرجع لكم. فمثل ما انت شايفين هي هي الصورة النهائية للتشكيلة بعد ما ضبطناها. جانا كمستر 73 بس توقعت ان يجيب كمستر اعلى كمستر جدا مضروب عند اللاعبين. في اتمنى انه خيار اعجابكم انه نحط مثلث الاحتياط لانه الصراحة كتير طليقات جاتني. لانه خد الاحتياط حط له مثلث او خد يعني اختيار تلقائي. فا اكتبوا لي تحت في الكوميت رأيكم بهاد الشي هل يعني استمر فيه ولا لا. فالان خلينا نروح للمباراة وباذن الله نحاول نفوز بهذا التحدي. وهذا يا حبيبي خصمنا بالتحدي بسم الله ندخل نشوف تشكيلة الله يسترنا من التشكيلة. يا الله تشكيلة انجليزية واسبانية شابكها صراحة يعني تشكيل على اهلا مستوى هاريكين. فابريقاس هازارد محرز ونزون زين فور مراموس يا الله تشكيلة جدا خرافية. فباسم الله ندخل المباراة على طول. جيبه جيبه يا الله على البطء يا الله على البطء يا الله كيف الكرة تمشي بهذا الشكل. يا الله الكرة مشيت معه الحارس يعني ما اعرف صده ودخلها في نفسه العالمين للجول يعني شوف شوف هدف جدا تغيب الصراحة. ونتأخر يعني بالنتيجة واحد صفر للعبين جدا جدا بطيئ الكرة يعني احاول اوصلها للهجوم صعب جدا لكم اذن لان حاول نعوض النتيجة. يا الله الدفاع كيف بينفتح في هاد الشكل. جيبه يا الله يا داني روز. لا 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 شوف حلو 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 كويس. انتهى الشوت الاول الباصات جدا ضعيفة يعني شوف متقدم علينا واحد صفر الباصات جدا تعبان الصراحة يعني الكيمسي بالضعيف والله ما يساعدنا ابدا يعني شوف التشكيلة هجوم يعني يعتبر جدا كويس لكن ما توصل الكرة ما توصل للهجوم اساسا فالان خلينا ندخل عالشوت التاني وان شاء الله يعني نحاول انه نجيب تعادل وبعده الفوز. حلو 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 حلوه الله عليك هنا ينقلان حلو حلو من بداية الشوت التاني هدف والله هنا ينقلان يقول عنو خرافيا وهينسخة بالذات والحمد الله سجل هدف اول. يا الله يا الله. انام ايضا اصحاب ذاكي انام ايضا ايضا لا 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 لاحي شوت والله عارف انه بالداخل ويعني شي صعب جارثبيل متوقع انه حسجل هدف الدفاع جدا بطيء وما يتحرك اساسا يااني شي صعب الصراحة هو التحدي من اصعب التحديات لابنها يااني شوف شوف جارثبيل اكيد ما رح يضيق الله 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 نيمار يو تنظر على المشاهدين أن يكون في المدينة هنا و يتعرفون من المشاهدين. نعم، أعتقد أنني أعتقد أنه كان هناك مباركة. التحدي صعب 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 جاتنا طوال المباراة أربع هجمات عن نسبة الشوت 100% لكن التحدي جدا صعب الصراحة وللأسف اخسرنا فيه فهدت القريبان ثالث تحدي اخسره بالدرافت فخلينا نشوف الجواز اللي رح ناخده اكيد الجواز يعني جدا عادية شوف يعني بكجين جولد بكجين جولد يعني معروف ما يجيب فيه شي خلينا نشوف ممكن يعني يجينا لعب يل مع اولا شي اوه انفورم انفورم يا الله حلو 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 يا سلام كويس جانا انفورم على الا الا نعود سعر لدرافت والله حلو هذا بكجين جولد يا سلام خلينا نشوف هذا كم يجيب سعر يعربي يكون يجيب سعر على اقل خمستاشر الف ولا شي حلو 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 يعني ممكن او بسعر الكويكسر يعني يجيب لنا عشر ألاف حلو الحمد لله عوضنا ما الشاي السعر الهو يعني اشوف انا ممكن افوز بالادرافت والله ولا يجيني لعب يعود ولا يجيني لعبين يعوضون لسعر الادرافت شيح حلو جدا وخلينا الان يعني في عنا لسه بكش طاني معاني معاني متوقع انه انه يجيني شي وانا يجيبه لنا لاعب من شوية ممكن يجيبه لنا لاعب ثاني. يلا يا منor اي ارا ا، يلا يا cancelled لاعبي الأсاسا. طيب باكج جدا عادي ارسل النادي طيب عنا اخر باكج يا حبيبي باكج سيلفر ممكن يجينا انفورم ولا شي يارا بيجينا شيء انفورم ما في انفورم طيب ورنا اه ما باكج طبعا باكج ما يجيب شيء اساسا خلينا نسوي كويك سيل يا حبيبي فبس شبكت لنهاية الفيديو اتمنى الفيديو عاشبكم الصراحة يعني انه جاني لعب انفورم عوضني شوي عن هذا الدرافتر جدا تعبان التحدي يعني جدا تعبان الابطال لعبين يعني شوف اللعبين جدا بطيئين في منهم بالخمسينات مثل تشاكا قراي وكان تيري تقريبا سرعته بالثلاثينات شيء جدا تعبان الصراحة فعاني بس شكرا لنهاية الفيديو اتمنى ان الفيديو عاشبكم اذا عزبكم الفيديو اعطونا لايك واشترك بالقناع اذا ما كنت تشترك وكتب لي تحت اي طاليق فبس اذا كان عندي اليوم اشوفكم على خير بديه جاية في امان الله